بسم الله شكرا لكم إن شاء الله بالفيديوهات اللي هتنزل شقعونا نكمل المنهج يا أولاد لأنه خاص بدولة الإمارات فقط نشقعك إزاي يا مستر كلمتين حلوين في قرباتكم ونشروا لنك الفيديو أنا عندي قربات واتساب لكل الصفوف كلها كامل عدد 276 الحمد لله وقربات ما بتقبلش أرقام من خارج الدولة على بركة الله يلا نشوف كتاب المدرسة وهحكي معاكم الفيديو الأول وصلنا للغاية لسم 5 هحكي معاكم تاني بالنظام الجديد وعندنا ويتبورد وعندنا كل حاجة ممكن نكتب ممكن نشرح وفي انتظار تعليقاتكم على اليوتيوب إيجابيات وسلبيات وتقترحوا علينا إيه وإحنا ننفذ إن شاء الله على بركة الله يلا نروح نشوف كتاب المدرسة يعني أنا معي سؤالين يا أولاد عايز أعمل ماتش تمام؟ أول صورة فين هما الست بيوت؟ بلس هط فيلا إيكوهاوس بانجلو هاي رايز فيلات بلس يعني قصر هط يعني كوخ فيلا مبنى من دورين فيلا إيكوهاوس منزل صديق للبيئة يستخدم للوحش شمسي بانجلو منزل من طابق واحد ما فيش دراجات سلم نطلع وننزل هاي رايز فيلات شقة في بناية عالية يلا نوصل يا أولاد أول صورة عندنا فيلا بي بانجلو سي هط دي هاي رايز فيلات إيكوهاوس فايف بلس السؤال بيقول which house would you like to live in أي منزل أي منزل تحب أن تعيش في والله I would like to live in a villa أنا نفسي مستر الغني I would like to live in a villa لانا عايش في هاي رايز فيلات لسن to different children describing their homes استمع الى بعض الأطفال ياصفون منازلهم match the speaker to pick it in activity one وصل وكي what do the children like about their homes ماذا يحب الأطفال في بيوتهم يسمع السؤال الأول أولاد وطيب وطيب يا أولاد يعني وطيب وطيب of home do you live in ما نوع البيت اللي انت عيش في I live in a high rise بتكلم عن نفسي describe it وصفو أوصفو ازاي أقي هنا ألاقي الوصف أنا بتعلم من هنا الوصف يا أولاد أهو شايفين it is made of مصنوع من وأقول مواد خام it has به وأقول بيه كم غرفة يا أولاد تمام مصنوع من إيه it is made of مصنوع من stone مادة حجر أهو يا أولاد يقوم لهي it is made of wood mud and stone خشب طين and مادة حجرية مسموح لي أولاد أستخدم and مرة واحدة بس وأفضل أحط مكانها كما قوبنا على السؤال وصفته why why do you like it لماذا تحبه ليش بتحبه I like it عايزي نقوم الكاملة يا أولاد I like it because بحبه it is modern حديث and large واسع what do you like ديني اختيرات what do you like to live in a villa هل تحب تعيش في فيلا high rise flat or a hat معايا ثلاث اختيرات يلا يا أولاد I would like to live in a villa what do you think would be different about living in these places ماذا تعتقد انه سيكون مختلف في هذه الأماكن it would be modern and comfortable what do you need to make a house ماذا تحتاج لعمل منزل لبناء منزل I need أنا أحتاج wood كوما glass and stone دا يا أولاد read and write labels for this eco house شايفين يا أولاد دا eco house منزل صديق للبيئة عامل شكل المشرو وبيقول لي هو write labels شايفين يا أولاد labels اللي هي الأرقام دي الملسقات دي عايزي نقراها من القطعة ونملاها يا أولاد تعال نقرأ القطعة this is the mushroom house it is made of wood mud and stone it has very large windows to let in natural natural sunlight the house is energy efficient energy efficient يستخدم القليل من الطاقة because it has got solar panels لأن به الواح شمسية on the roof to provide توفر لنا energy for lighting electronics and computers the roof has got a small roof garden for growing vegetables the water is from underground المية من جبه من تحت الأرض you can see تستطيع أن ترى زويل البئر in the picture يلا أولاد نشوف الصور بتاعتنا roof garden كملت الحروف يا أولاد solar panels sea stone مادة حجرية دي large windows والبئر F wood find and write down أجد واكتب ودون the materials المواد الخام that were used to build بيتكلم عليه يا أولاد التي استخدمت لبناء the eco-house هما يا أولاد eco-house wood mud and stone أكي what do you think about this house what do you think يا أولاد يعني what's your opinion ما رأيك I think it is اكتب أي حي I think it is amazing I think it is very nice I think it is wonderful I think it is fantastic I think it is very good اكتب أي حي أي صفة علوة would you like to live there هل تحب أن تعيش هناك لو جاوبت yes هنقول لك why لماذا لو جاوبت no هنسألك why not ليش لا yes I would سألتك بود تجاوب علي بود ما تقول yes I do أنا ما تقول yes I can أنا ما بدأتش السؤال بك سألتك اوك يا أولاد yes I would because في أسباب طبعا it is modern حديث and large واسع كبير listen three strange buildings مباني غريبة look at these pictures of strange building انظر له هذه الصور من المباني الغريبة why are they strange لماذا هما شكلهم غريب كده what type of building do you think each one is ما نوع المبنى تعتقد أنه يكون I think يعني أنا بقول أعتقد يا أولاد معناها إلا أنا مش متأكد شايفين يا أولاد يدي على shopping center يدي على petrol station يدي على house بشكل house كده يدي على museum أوكي هل أنا حر لأ هو قال لي listen استمع and complete the sentence with a modal verb يعني حضرتك يتقول must لو أنت متأكد أنه يكون can't be أنت متأكد أنه لا يكون might be could be أنت غير متأكد نحكي ثاني must be متأكد أنه يكون can't be متأكد أنه لا يكون لاثنين متأكد يا أولاد could might أنا غير متأكد أنا عملت استماع مع المعلمة شغلنا cd أو الفلاشة أو الجهاز computer it must be a shopping center هو عايزني أحط modal verb وبعد كده circle أنا معرفت عمل circle يا أولاد عمل underline it must be a shopping center طبعا shopping center must be متأكد رقم b it can't be a house b طبعا أنا متأكد أنه لا يكون house c it could be a museum ممكن يكون museum والله أنا غير متأكد d it might be a house ممكن يكون house ده ممكن it might be أنا غير متأكد it could be a library it could be a library ممكن تبقى library يا أولاد أنا بتكلم عن اللي وراء اللي هناك دي مبنى اللي وراء it could be a library أنا غير متأكد وي قرينا عن مدينة مصدر اللي هي مدينة صديقة للبيئة هل تعرف أي معلومات عن مدينة مصدر it is in the UAE it is an eco city براحتكم يا أولاد سألتك بوض يو بيس أو نو هل تحب أن تعيش في مصدر لو جوب تيس هنسألك why هتقول because لو جوب تنو هنسألك ليش لأ because what changes can you make at home to be more eco friendly ما التغيرات التي تستطيع أن تجريها في البيئة لتجعله أكثر صداقة للبيئة كلمات للحفظ يا أولاد solar panel لو شمسي eco house منزل صديق للبيئة wood خشب stone مد دحجرية glass زجاج مد طين listen five out and about do you go out with your friends سألتك بإيه بدو هل تخرج مع أصدقائك yes I do where do you go أين تذهبون ما تقول شي آي قلو عشان صحابك معاك يو يعني أنت وأنتم إبا we go we go to the park what do you do ماذا تفعلون we run and play نه جري ونلعب when do you go we go to the park on fridays at the weekend reading strategy strategy القراءة reading for specific information معلومات معينة يعني ما نقرأ بالتفاصيل بالdetails أنا أدور على dates تواريخ times مواعيد and locations وموقع يلا أولاد نشوف زيولة group performing live مباشر يولاد underscore الحسن بالس 26 April what's on for young people outdoor spring performance 7 p.m نبدأ p.m late هنصار قامد يولاد buy tickets at زياز مول ياز مول box office from 18 April التساكر موتاح يولاد فمول الياس من 18 April free parking أي المميزات اللي هتقدمها لنا free parking in the palace ground parking مجانا تمام يا أولاد يبقى عندنا كم إعلان إحنا كده أهو وان ب blue box sports day c shopping festival مهرجان التسوق don't miss it هو عيفو تك 10 january 10 يناير تمام يا أولاد عمل جدول يقول لي وات ادفرد ايه ادفرد يا أولاد اختصار ادفرد سمنت إعلان ايه او دور سبرينج بيرفورمانس ماشي أدفرد بي فين بي يا أولاد اهو نقدر نشد خط يا أولاد عشان الوقت بس ما يسرقناش نقدر يبقى دا الإعلان بتاعنا blue box sports day أوكي الإعلان التاني c shopping festival يبقى دا كتبناهم يا أولاد بي و سي ها وير الأولان هنا وير فين يا أولاد وير المكان هيكون فين الحسن بلس أبو ضبي أوكي دا المكان دا هنا وهنا هيكون فين يا أولاد رالي رود اهو شايفين يا أولاد وير حتى هو كتبها رالي اهو رالي رود sports center field شكرا دا هيكون فين يا أولاد في القرية العالمية global village global village في القرية العالمية ردنا على وير يا أولاد ما لنا الجدول وين أي وقت يا أولاد تقدر توقف الفيديو وترجعونه تاني عادي وين متى هنا هيبدأ سبع مساء ايه سبع مساء وهيستمر معنا ليت عايز الناس سهيرة معنا ويه يبقى وين يا أولاد أنا عايز وين متى مش عايز أنا مش عايز ناس سهيرة هنا سبين بي ام لا مش عايزها أنا عايز وين الأيام يا أولاد امتى هو 26 أبريل شايفيني يا أولاد 26 أبريل 26 أبريل ده التاريخ يا أولاد نعملو كده يرايكم ده بنعملو كده 26 أبريل ده التاريخ يا أولاد نعملو كده أوكي طيب ده الأولاني عرفنا 26 أبريل الإعلان الثاني 5 يولاي فين يا أولاد 5 يولاي 5 يولاي آه يا أولاد أنا غيرته مرة خطوط ومرة إيه بوكس أشوف كلامكم في الكومنتات اللي انتو عايزينو ننفذي يا أولاد انتو أصحاب القناة هنا 10th January فين يا أولاد للتاريخ هنا 10th January يلا نعملو كده يلا نعملو كده تمام كده أنا حطيت كده إيه وين متى عايزين وات طايم للإعلانات كلهم الحمد لله هو حللنا رقم C عايزين وات طايم إيه وات طايم بي إيه احنا قلنا وات طايم الساعة كامي يا أولاد 7 7 7 late يلا بينا ونصهر كمان المتأخرة وهنا وات طايم 4 in the afternoon in the evening تمام يا أولاد بي أم تنفع in the afternoon وتنفع in the evening هنا بي 11 ام ام يا أولاد لو احنا بنظبط المنبه في الموبايل ام صباحا بي أم مساء 11 clock in the morning ايه يا أولاد تاني عايزين ازر information ايه العروض اللي عندكم اهو يا أولاد هنا مقدمين عرض اهو يا أولاد زيول group information will be performed اهو يا أولاد هيقدموا عرض ادي والحاجة هيقدموها ايه عندكم ايه تاني free parking اهي يا أولاد عندهم free parking عندهم ايه هيقدمونا free parking in the palace ground free parking buy tickets اشتري التسكر من يون يا أولاد from 18th abril اقدر اشتري من يوم 18 abril اي رايكم دلو عروض اللي عندهم نشوف اعلام بي عندهم يعروض activities هيقدمو انشطة for all the family اي رايكم ويتاني في اكل ولا ايه food drink and fairground riot all fund كل مع التبرعات raised go to charity الى المؤسسة الخيرية تعالوا الروح يا أولاد سي اعلان سي مقدمنا ايه فن متعة and entertainment وطرفيه جايب لنا ايه musicians musicians موسيقيين and band وفرق موسيقية حلوة musicians جاية من music يا أولاد كده احنا تفرجنا على الاعلانات كلها نقول بسم الله listen and repeat شايفين يا أولاد ده اسمك واش امتاج واش امتاج يا أولاد الجملة تبدأ عادي وفي الاخر تقلب سؤال السؤال هنا معناه اليس كذلك اليس كذلك بنعمل يا أولاد بنعمل إثبات النفي ونفي الإثبات بنعمل إيه إثبات النفي ونفي الإثبات اوكي pronunciation تعلي صوتك صوتك go up at the end في نهاية السؤال aren't you أليس كذلك يبقى هو يا أولاد إثبات النفي ونفي الإثبات تيجي نشوف المفاجئة بتاعت المهاردة فريق الزوم طبعا عارفين شغلنا انه نحن لجميع الصفوف أوكي إلا عايز يشارك معنا بأسعار رمزية يتابع معنا تمام يا أولاد ونسيب لكم رقم واتس القناة في الديسكريبشن يلا أولاد نشوف الويت بورد ممكن ممكن يحصل ويت بورد عايزين تشوفوها يلا بينا يلا هيا دي الويت بورد يا أولاد المفاجئة اللي أنا وعدتكم بيها النهاردة هيبقى فيه مفاجئات كتير ويت بورد القاعدة اللي أنا شرحتها يا أولاد اسمها كويسشن تاك اسمها هي يا أولاد شايفين يا أولاد الويت بورد إحنا في الزوم شغالين كده على طول بنشرح للطلب على الويت بورد وبنرد على كل أسئلتهم كويسشن تاك أليس كذلك معنى إيه بالعربي يا أولاد أليس كذلك حضرتك عايز تأكد على المعلومة أو عايز حد يرد عليك بتسأل أليس كذلك بنعمل يا أولاد كلمتين هو هو إثبات هو إثبات النافي ونافي الإثبات إيه رأيكم أنا مرضي أقوله العكس أكتبها معاكم يا أولاد ونافي الإثبات الكلام دا منين من خلال حضرتك عندك فعل مساعد الفعل المساعد الموجود الجملة يا أولاد في فعل مساعد من خلال الفعل المساعد الموجود تمام يا أولاد إيبه أنا كده تكلمنا بالعربي تمام تعالوا نعمل إنجليش يعني إز هضراتكم تعملوها إيه إزين إيه رأيكم نجيب لكم سهم علشان أنتو نهارده منورين القناة إيبه إز يا أولاد هنعملها إيه إز هنخليها إزين منهم في أولاد إزين أوكي طيب لو عندنا إزين إحنا هنحكي نجيب سهم نحكي إز إيه رأيكم سهلة حلوة هتكتبوا في تعليقاتكم يا أولاد إزا كانت حلوة عجبتكم نشتغل بنفس الإسلوب تمام يا أولاد أرطباء أرينت أرطباء أرينت وهاب تبقى هافنت سهل يا أولاد إن إحنا بننفي وهاب تبقى هافنت هاف تبقى هافنت والعكس صحيح لو هاف هاف تبقى هافنت وهافنت تبقى هاف آخر لاطة يا أولاد نرجع للكتاب تاني هنعمل إيه لو ما فيش فعل مساعد هنستخدم ضمت ضمت نستدعي ضمت في المضارع طب الفعل يا أولاد لو كان آخره إس استدعوه ضمت حلوة نستدعي يا أولاد ما فيش فعل مساعد إنت هتعمل إيه لازم هتسأل بفعل مساعد مش حاجة تاني ماضي هنستدعي ضمت أوك يا أولاد هنكتب مثال وخلي بالكم في الاختيار يا أولاد لأنه هو بيقول بيجيب إجابات زي بعضها تعالوا كده راشد راشد يا أولاد أنا عايز أتأكد راشد من سرية ولا؟ تمام؟ وهنحط question mark شايفيني يا أولاد الاختيارات؟ ركزوا بقى الاختيارات بقى هتبقى عامل الزال is he نكتب إيه يا أولاد عشان نختار مع بعض is he be isn't he c he is d شايفيني يا أولاد الإجابات زي بعضها إزاي he isn't شايفيني يا أولاد الإجابات تحس إن هي الشبه بعض تعالوا كده اه ايه رايكم راشد is بص يا أولاد أنا بحسبها إزاي أنا بحسبها إن في الفعل الجملة هو ده الفعل المساعدة يا أولاد أنا كنت بحكي عليه is ما ينفعش is تاني شايفين يا أولاد ما ينفعش تختاروا is تاني إبقى is تاني خطأ هي is خطأ بقين معايا ليه يا ميستر؟ لأن إثبات مع إثبات لا هو إثبات النافي ونافي الإثبات طيب بقين معايا جابتين ركزوا يا أولاد مين فيهم صح؟ شوف شايفين يا أولاد الحركة؟ he isn't he وهي isn't أنا عايز هنا سؤال بمعنى أليس كذلك؟ ما فيش سؤال يا أولاد اسمه he isn't فيه سؤال اسمه isn't he فيه سؤال اسمه إي يا أولاد isn't he لكن he isn't no no ما فيش سؤال يبدأ به أوكي يا أولاد؟ شايفين الإيجابات أنا تخلصت منهم إزاي؟ إثبات النافي ونافي الإثبات تعالوا ناخد أنت بتحب إيه؟ يو عايزة أتأكد منك يو لايك يو لايك بيتزا يو لايك بيتزا عايزة أتأكد منك إذا كنت بتحب البيتزا يو لايك بيتزا 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 ما فيش فع المساعد هنعمل ايه؟ هنستدعي يا أولاد شكلها نكتب ثلاثة جابات بس ماشي نكتب ثلاثة جابات بس يو دونت يلا عندنا الثلاثة جابات نشوف القملة يا أولاد يو لايك بيزا أول حاجة نأكد عليها أولاد هو فين فعل القملة اللي إحنا نشتغل عليه فعل القملة يا مستر لايك لا يوجد فعل مساعد يلا نستدعي يا أولاد أولا القملة مسبتة وده معناها إيه يا أولاد معناها ما ينفعش مسبت تاني شكرا دو يو أنا محتار بين دونت يو ويو دونت مين فيهم لسؤال يا مستر ما فيش سؤال اسمه يو دونت يبقى دونت يو فهمتوا كده؟ يعني ما ينفعش السؤال يا أولاد يبدأ بضمير لا ما فيش سؤال يبدأ بيو أهو يا أولاد فيه علامة استفاهم أليس كذلك؟ آخر حاجة حبا يبني الحلوين ناخد واحدة فيها اس إيه رايكم؟ مهرة مهرة بليز تنس مهرة بتلعب تنس يا أولاد عايزي نحد فيكم يأكد لنا المعلومة أليس كذلك؟ هنسألكم عن مهرة بتلعب تنس أليس كذلك؟ إيه هنسألكم دازنت دازنت شي بي شي داز تمام يا أولاد؟ يلا نختار مهرة بليز تنس شايفين يا أولاد لا يوجد فعل مساعد مال فيه إيه؟ فيه فعل أساسي ينتهي بس تمام يا أولاد؟ أهو دازنت إذا كان الفعل ينتهي بس شايفين يا أولاد؟ دازنت شي طبعا لو كان فيه شي دازنت ما كناش هناخدها يا أولاد لأنها ما فيش سؤال يبدأ بشي أكي يا أولاد؟ أنا عايز علامة صح لإجابتي ولا إيه؟ يبقى دازنت شي إجابة صحيحة لكن يا أولاد داز ما ينفعش ضاز يا أولاد؟ أنا أاخد ضاز لما يبقى فيه ضازنت لكن مصبت مع مصبت؟ لا ما ينفعش مصبت مع مصبت حلوة الوايد بورد؟ يبقى ده قلنا نطور يا أولاد شوية نقعد في حتة هدية مية وخضرة الوجه الحسن ونرجع تاني نروح كتاب المدرسة يلا نروح نكمل على بركة الله نروح نكمل يا أولاد نروح يلا بينا كتاب المدرسة عايزين كتاب المدرسة يا جماعة؟ كتاب المدرسة يلا يور قدي اختصار آر يا أولاد ده اختصار آر يور جوينج توزا شوبينج فيستفال أرينت يو أليس كذلك؟ يور سستر إز جريتي إز جيتينج دريست أب إزينت شي أليس كذلك؟ إز يا أولاد تحولت إلى إزينت؟ هنا بقى ما فيش فعل مساعد يوبلاي فوتبول أنت تلعب كرة القدم don't you أليس كذلك؟ it starts شايفيني الاس يا أولاد at 7 o'clock جملة مثبتة doesn't it أليس كذلك؟ doesn't لأن لا يوجد فعل مساعد بعد كده في حبة كمان you've got a cat apostrophe ve أو علامة ve زي ما انتو عارفينها فصلة عليا ve اختصار have وها في أولاد هنعملها haven't you أليس كذلك؟ you like football أنت تحب كرة القدم لا يوجد فعل مساعد أنا معي الثلاثة في جيبي اليمين don't doesn't didn't لما ما فيش فعل مساعد بستخدم من الثلاثة اللي عندي doesn't الفعل آخره ما فيش اس خلاص يا داز تخليك في جيبي didn't في الماضي don't في المضارع لا يكفي المضارع نستخدم don't بانجلو number two is a soft material مادة نعمة which you find on the ground تجدها على الأرض ماد the house is made of stone المنزل مصنوع من made of stone for you can borrow تستطيع أن تستعير books from there من هناك so لذلك it must be a library اكيد تكون مكتبة five i can see tall buildings استطيع أن أرى مباني علي behind the house so شايفين مباني علي يا ولاد اكيد احنا مش في الريف صح ايوا الريف ما فيش المباني دي يا ولاد لذلك it can't متأكد يا مستر طبعا it can't be in the country side country side يا ولاد الريف يبقى الريف لها معنين the country side وزا country لكن country من غير ذا يعني بلد أو قطر أو دولة يبقى الريف يا ولاد لها معنين the country side وزا country لكن country لوحدها بلد أو قطر أو دولة number six there are people inside أنا شايف فيه ناس في الداخل it be a museum or an art gallery ممكن يكون متحف معرض فني والله أنا مش متأكد سواء متأكد إثبات أو المصد ولا متأكد نفي أو الكانت متأكد بي ممكن ربما يكون متحف فينا حد متأكد يا ولاد في اللي سمعني إن ده متحف أو معرض فني no no يبقى كود عشان إحنا مش متأكدين 7 I would like to live in مصدر أنا عايز أعيش في مصدر ليش because فين السبب it is an eco city مدينة صديقة للبيئة it prefer prefer يفضل يا ولاد يبقى إحنا عايزين معاها I would أنا مش شايف I would آه I'd يبقى I'd يا ولاد هي اختصار I would لو أنت بصيتوا على would كده تيجي نكتبها عشان حبيب اللي أنا بحبهم صف خامس أكتر ناس بحبهم صف خامس يبقى would يا ولاد هو الحرف الأخير من would يا ولاد كان D فإحنا في الاختصار عملناها إيه عملناها أبوستروف D عملتوها أي يا ولاد تجني الدالون بتحبوه يلا بينا يلا بينا would يبقى أبوستروف D يا ولاد اختصار would رجعنا تاني التاسع والعاشر you play بسكتبول at the week end أنت بتلعب كرة سلة في نهاية الأسبوع لا يوجد فعل مساعد ولكن الجملة مسبتة ما ينفعش مسبت تاني يا ولاد يبقى don't you عليس كذلك ليش ما اخترنا aren't اختر aren't لو في are تاني اختر aren't لو الجملة فيها are لكن الجملة ما فيهش فعل مساعد تم استدعاء don't من عندي بسرعة لو بلاي كان فيها كنا نستدعي doesn't لو بلاي كان فيها ايدي كنا نستدعي didn't اخر واحدة يا ولاد the film start الفيلم يبدأ سمعيني يا ولاد حرف الاس at seven o'clock اليس كذلك الفعل الاخر اس يلا لا يوجد فعل مساعد شو هنسوي استدعي نستدعي مين نستدعي don't ولا نستدعي doesn't ولا نستدعي didn't انا مش اختر isn't لان ما فيش is وبعدين isn't مش من الثلاث اللي في ياب اللي انا ما استدعي هم اوكي يا ولاد انا هستدعي الفعل الاخر اس بستدعي ده زي اوكي يا ولاد نكمل النهاردة ان شاء الله معاكم يا ولاد اسجلكم فيديو تاني ولكن انا للامانة رجعت تاني يا ولاد رجعت تاني علشان رجعت تاني معاكم علشان في الصوت الناس اشتكت فقلنا نعوضهم النهاردة نقبلهم البحر ونقبلهم الويتبورد نعملهم الفقاة حلوة وهنسيب لكم كمان رقم الواتساب في الديسكريبشن اللي عايز يا تولاد زوم اونلاين يتواصل معنا سواء برايبات او عايز يبقى مع طلاب اخرين اللي اتنين موجودين يا ولاد شكرا والى اللقاء في الفيديو القادم هتوحشون يا أبطال بود باي موسيقى